اشتركوا في القناة من فصائل اللؤلؤ المنثور في قعر اليم العميق الساحر بثرواته الطبيعية ثروات تستحق أن تبذل العناء من أجل الظفر بها قراريط من اللؤلؤ المزين بألوان اختلفت على اختلاف أسمائها وبلغت من نظرة الفتون اكتمالها واستدفأت بمكنون محارة أحاطها زخرف والسام إياك والاستخفاف بصغر حجمها وفي الوقت ذاته من الواجب عليك أن لا تقتر بكبر محيطها وفي كلتا الحالتين تمنى أن يكون حظك مثل حظ الغواص البحريني سند بن جفن الذي لم يكن يعلم ما تخبئ له رحلة الغواص التي بلغ عمقها ما يزيد على ثمانية عشر مترا داخل البحر المتواجد في منطقة الهيرات الواقعة شمال المملكة ليقوده الفأل الحسن ومحالفا إياه بالعثور على لؤلؤتين نادرتين تزن إحداها ثمانية عشر قراطا من الحجم الكبير لتبلغ الثانية من الوزن تسعة قراريط لؤلؤتان لا تخضعان للتقييم بحسب الوزن أو الحجم فقط وإنما بحسب ما تتصفان به من مزايا فريدة تجعلهما مميزتين من نوعهما في العالم وما يزيد من ألقهما تأكيد على ندرتهما عبر شهادة عالمية يمنحها معها دودانات لفحص اللؤلؤ الذي يأتي على وصف لون اللؤلؤة وذكر أبعادها المختلفة البحرين لطالما كانت وما زالت تشتهر منذ آلاف السنين بأنها موطن لأجود أنواع لآلئ في المنطقة وهذا ما مهد لقيام حركة تجارة لؤلؤ نشطة عبر التاريخ وجعل من بحار المملكة وجهة لكل عشاق الغوصي حول العالم من الراغبين بخوض تجربة فريدة من نوعها في أعماق البحر الذي ما زال يخبئ الكثير من الكنوز التي تنتظر من يكتشفها لتلفزيون البحرين محمد رشادات